مرحباً بكم في حلقةٍ جديدةٍ من برنامجنا دليل الرسوم المتحركة الشامل من الفكرة إلى الواقع مع نصائح ذهبيةٍ للمبتدئين سأكون برفقتكم في هذه الرحلة المثيرة إلى عالم الخيال والسحر عالم الرسوم المتحركة في هذه الحلقة سوف نقوم بشرح الخطوات الكاملة من الألف إلى الياء لإنشاء عالم الرسوم المتحركة بالإضافة سوف يتم ذكر برامج ونصائح ذهبية للمبتدئين والمقبلين إلى هذا العالم لذا تابعونا حتى النهاية للاستفادة إن ابتكار شخصيات كرتونية تنبض بالحياة يتطلب فناً معقداً وعملية إبداعية مثيرة في عالم الرسوم المتحركة تعالوا نستكشف سوياً الخطوات والعناصر المهمة لجعل هذه الشخصية تتحرك وتتحدث بشكل واقعي ومثير على الشاشة تبدأ عملية ابتكار الشخصيات بوجود فكرة ورؤية واضحة للشخصية يجب أن تكون الشخصية ذات طابع فريد وبالطبع قصة ذات خلفية مثيرة وجذابة للمشاهدين تصميم الشخصية يتضمن النظر في السمات البصرية مثل الشكل الجسدي وجه الشخصية، الألوان، والملابس حيث يجب أن تكون هذه السمات متوافقة مع الشخصية والقصة التي ترويها يجب أن يكون للشخصية صفات نفسية وعاطفية تجعلها حقيقية وقابلة للتعاطف يمكن تحقيق هذا عن طريق إعطاء الشخصية أهداف وخلفيات عاطفية تجعلها تتفاعل بشكل طبيعي في المواقف المختلفة يتوجب التنوع في شخصيات الرسوم المتحركة بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك اختلاف في الأعمار والأجناس والخلفيات الثقافية للشخصيات لجعل العالم المتحرك أكثر واقعية عند نقل الشخصية إلى الشاشة، يجب أن يكون لديها حركات وتعبيرات تناسب شخصيتها الحركة الطبيعية والعاطفية تساعد في جعل الشخصية أكثر إحساساً وحيوية يلعب الصوت دوراً هاماً في إعطاء الشخصية حياة اختيار الصوت الملائم وتسجيل الحوار بشكل صحيح يمكن أن يجعل الشخصية تتميز وتظهر بشكل حقيقي يمكن أن تشمل هذه الخطوة إجراء تجارب واختبارات للشخصية مع الجمهور المستهدف يمكن أن يساعد هذا في فهم استجابة الجمهور للشخصية والقيام بالتعديلات اللازمة عندما يتم دمج هذه العناصر بشكل جيد يمكن للشخصيات أن تأتي إلى الحياة على الشاشة وتنقل القصة والرسالة بشكل قوي ومؤثر للمشاهدين بعدما استكملنا ابتكار الشخصيات وإضفاء الحياة عليها يأتي دور تصميم العوالم والمناظر الطبيعية التي تحيط بها التي تعد خطوة أساسية لإثراء القصة وجعلها تبدو أكثر واقعية وتشويقية إليكم بعض الأسرار التي تجعل تصميم عوالم الرسوم المتحركة تنبض بالحياة يجب أن تكون العوالم جزءاً لا يتجزأ من القصة يجب أن تعكس بيئة الشخصيات تجاربها وتحكي قصتها بدقة على سبيل المثال يمكن للبيئة المظلمة أن تضفي جواً من التوتر والغموض على القصة في حين يمكن للبيئة المشرقة أن ترمز إلى الأمان والسعادة التفاصيل الصغيرة في هذا العالم يمكن أن تلعب دوراً كبيراً من الزهور التي تنمو على الطريق إلى الأثاث في المنازل أدق التفاصيل ممكن أن تجعل العالم يبدو أكثر واقعية وتفصيلية يمكن جعل العالم أكثر حيوية عن طريق إضافة عناصر ديناميكية مثلاً حركة الأشجار مع الرياح أو تغير الإضاءة بمرور الوقت هذه الديناميكية تخلق جواً واقعياً وجذاباً على الرغم من أن الرسوم المتحركة تعيش في عوالم خيالية إلا أن لمسة من الواقعية تبقى ضرورة التوازن بين الخيال والواقعية يجعل هذا العالم يشيع بالحياة ويجذب الجمهور استخدام أحدث التقنيات في تصميم الرسوم المتحركة يمكن أن يفتح أفقاً جديداً للإبداع من خلال الرسوم الحاسوبية المتحركة والمؤثرات البصرية المتقدمة يمكن إحياء عوالم لا حدود لها عندما يتم تصميم العوالم والمناظر الطبيعية بعناية وابتكار تصبح هذه البيئة جزءاً لا يتجزأ من تجربة المشاهد حيث يمكن للجمهور أن يشعر بالانغماس في عوالمها والعيش مع الشخصيات في مغامراتها وتحدياتها بعدما تم ابتكار الشخصيات وتصميم العوالم ندخل الآن عملية الإنتاج التي تعد الخطوة الحاسمة لجعل الرسوم المتحركة تأتي إلى الحياة بشكل كامل ومثير دعونا نتعرف على الخطوات الأساسية في هذه العملية تبدأ العملية بكتابة السيناريو الذي يحدد الحبكة وتوجيه القصة يعتبر السيناريو الأساس الذي يبنى عليه باقي عناصر الإنتاج بعد تحديد السيناريو يبدأ فريق التصميم في رسم الشخصيات والعوالم بشكل مفصل ودقيق تتطلب هذه المرحلة الإبداع والدقة لتحقيق التناغم بين الشخصيات والبيئة التي تنشأ فيها القصة يتم إضفاء الحياة للشخصيات بعد الانتهاء من التصميم حيث تبدأ الشخصيات في الحركة والتفاعل مع العالم من حولها وتضاف المؤثرات البصرية الخاصة لزيادة الواقعية والإثارة على المشاهد يجب اختيار الممثلين الصوتيين المناسبين لكل شخصية وتسجيل الحوار بشكل صحيح ومميز الأصوات تضيف العاطفة والحياة إلى الشخصيات يتم منتاج وتحرير المشاهد لضمان التسلسل السلس والتوقيت الصحيح وأيضاً يتم إضافة الموسيقى والتأثيرات الصوتية لتعزيز المشهد وجعله أكثر إثارة في هذه المرحلة يتم إتمام العمل النهائي وتقديمه للجمهور الهدف هو أن يتمتع المشاهدون بتجربة مثيرة وممتعة على الشاشة عندما تنفذ هذه الخطوات الأساسية بعناية واحترافية تنتج لنا أعمال رسوم متحركة تأخذنا في رحلة من الخيال والمغامرة بعد أن تم استعراض عملية الإنتاج وأهم الخطوات فيها سنتطرق الآن إلى الأدوات والبرامج المستخدمة في عالم صناعة الرسوم المتحركة هناك مجموعة متنوعة من البرامج والأدوات التي تسهم في إنشاء رسوم متحركة رائعة وجذابة برامج مثل Adobe Animate وتون Boom Harmony تستخدم لإنشاء حركة الشخصيات والعوالم في البعد الثنائي هذه البرامج تعمل على إنشاء إطارات الحركة وتحديدها بدقة في سياق ثنائي الأبعاد مما يعني أن الحركة تحدث في مستوى سطحي بدون عمق ثالث برامج مثل Autodesk Maya و Blender تستخدم لإنشاء حركات الشخصيات والعوالم في البعد الثلاثي مما يتيح إطفاء حركة واقعية تظهر الأشياء والشخصيات بأبعادها الحقيقية تستخدم لتحريك الشخصيات والأشياء في مساحة ثلاثية الأبعاد مما يمكن من رؤية الأشياء من جميع الزوايا برامج مثل Adobe Photoshop و Procreate تستخدم لرسم الشخصيات والمشاهد حيث إنها تتيح للفنانين إنشاء تصاميم مفصلة ودقيقة وإضافة تأثيرات بصرية رائعة برامج مثل Adobe After Effects و Nuke تستخدم لإضافة المؤثرات البصرية والتأثيرات الخاصة إلى المشاهد المتحركة مما يعزز من جاذبية الرسوم برامج مثل Adobe Audition و Avid Pro Tools تستخدم لتسجيل الصوتيات وإضافة الموسيقى والتأثيرات الصوتية إلى الرسوم المتحركة باستخدام هذه الأدوات المتقدمة والبرامج الابتكارية يمكن للفرق الإبداعية إنتاج رسوم متحركة استثنائية تأثر الجمهور وتنقله إلى عالم ساحر وملئ بالمغامرات يمكنك العثور على هذه البرامج المذكورة في وصف الفيديو حيث نوفر روابط مباشرة لتسهيل عملية الوصول إليها باستخدام هذه الأدوات المتقدمة والبرامج الابتكارية يمكن للفرق الإبداعية إنتاج رسوم متحركة استثنائية تأثر الجمهور وتنقله إلى عالم ساحر مليء بالحياة الآن وبعد أن قمنا بالتعرف على عملية إنتاج الرسوم المتحركة والأدوات المستخدمة دعونا نشارك بعض النصائح القيمة للأشخاص الذين يرغبون في دخول مجال صناعة الرسوم المتحركة وبناء مستقبل مهني في هذا المجال المثير تعلموا الأساسيات في الرسم والتصميم هي الخطوة الأولى لأمتلاك مهارات راسم جيد وبالتأكيد فهم قواعد التصميم يمهد الطريق للابتكار في عالم الرسوم المتحركة قم بتجربة مجموعة متنوعة من برامج الرسوم المتحركة لتحديد البرنامج الذي يتناسب مع أسلوبك واحتياجات مشروعاتك المستقبلية لا تتردد في طلب المساعدة والنصائح من المحترفين في مجال الرسوم المتحركة توجيه الخبراء يمكن أن يكون له تأثير كبير على تطوير مهاراتك ابدأ بمشاريع صغيرة وقصيرة لتطبيق مهاراتك وتحسين قدراتك هذه المشاريع تساعد في بناء سجل عمل قوي ومتنوع كما هو الحال في مجال أي فن يزيد التطبيق والممارسة من خبرتك لذا امنح نفسك الوقت للرسم والتحريك بانتظام استخدم الموارد عبر الانترنت والدورات التعليمية لتعلم أحدث تقنيات الرسوم المتحركة واكتساب المهارات اللازمة لا تخاف من تجربة أشياء جديدة ومبتكرة في رسوماتك المتحركة الابتكار والإبداع هما مفتاح النجاح في هذا المجال من خلال اتباع هذه النصائح والمثابرة في تطوير مهاراتك يمكنك الوصول إلى مستويات عالية في صناعة الرسوم المتحركة والتألق في عالم الإبداع والفن بالإضافة يمكنك الوصول إلى مصادر عديدة عبر الانترنت تساعدك على تحسين مهاراتك وتطوير قدراتك إليك بعض الموارد المفيدة والمواقع التي يمكنك الاطلاع عليها للحصول على تعلم عميق في عالم الرسوم المتحركة تقدم دروسا مبتكرة في مجال الرسوم المتحركة بواسطة محترفين في الصناعة يمكنك الحصول على دورات مدفوعة أو مجانية تغطي مجموعة واسعة من المهارات توفر العديد من الدورات التعليمية حول الرسوم المتحركة بدءا من المستوى الأساسي إلى المستوى المتقدم تتيح لك مشاهدة دروس فيديو وممارسة المهارات على الفور يقدم مجموعة من الأصول الإبداعية مثل الرسوم المتحركة الجاهزة والأشكال والخلفيات التي يمكنك استخدامها في مشاريعك الخاصة توفر منصات الفيديو والكثير من الدروس والورشات التعليمية حول تقنيات الرسوم المتحركة بالإضافة إلى الأعمال الفنية والإلهام انضم إلى المجتمعات عبر الإنترنت والمنتديات التي تخص مجال الرسوم المتحركة يمكنك مشاركة الأفكار وطرح الأسئلة والاستفادة من تجارب الآخرين استخدم المواقع التعليمية المجانية مثل Khan Academy و MIT OpenCourseWare للوصول إلى دروس مفتوحة للجميع حول الرسوم المتحركة اقرأ المقالات والمدونات التي تنشرها المحترفين في صناعة الرسوم المتحركة هذه المصادر تقدم نصائح قيمة وتجارب شخصية في الختام نود أن نعبر عن جمالية عالم الرسوم المتحركة إنها ليست مجرد مجموعة من الصور المتحركة بل هي فن ينبض بالحياة ينقل القصص والمشاعر بطريقة فريدة وجميلة إذا كنت مبدعا أو مهتما بعالم الفن والإبداع فإن هذا المجال يفتح لك أبوابا واسعة للتعبير عن أفكارك وتحقيق أفاق جديدة في الإبداع الفني نشكركم على الوقت الذي قضيتموه في مشاهدة هذه الحلقة نحن نقدر دعمكم واهتمامكم بعالم الرسوم المتحركة ندعوكم للمشاركة بأفكاركم وأسئلتكم في التعليقات أدناه نحن نتطلع إلى سماع آرائكم ومشاركتنا بأفكاركم الرائعة إذا أعجبتكم هذه الحلقة وترغبون في متابعة المزيد من المحتويات المثيرة من عالم الرسوم المتحركة وغيرها من المواضيع المختلفة ندعوكم للاشتراك في القناة والنقر على زر الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد نقدمه شكرا لكم مرة أخرى ونراكم في الحلقات القادمة